اشتركوا في القناة تركزوا من خلال المنتدى الوزري الذي يجمع الطرفين كما اكد الرئيس السيسي انه اطلع رئيس وزراء اسبانيا على اخر تطورات قضية سد النهضة مشددا على موقف مصر ثابت للتمسك بصون امنها المائي الان وفي المستقبل كما اكد على اهمية لا توصل الاتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان واثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة واهمية ان يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف هذا وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر الاتحادية رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانشاز واكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه تم عقد جلسة مباحثات منفردة بين اللارئيس وسانشاز عقبتها جلسة مباحثات مؤسعة بين وفدي البلدين كما عرب رئيس الحكومة الاسبانية عن تطلع بلاده للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط أعلنت وزارة اللاصحة تسجيل 938 عصابة جديدة بفاروس كورونا ووفاة 63 حالة إضافة إلى خروج 548 متعافيا من المستشفيات وذكرت الوزارة أن أجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفاروس كورونا هو 359.516 من ضمنهم 298.084 حالة تم شفاؤها و20.537 حالة وفت أكد المركز اللانيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن متغيرة أوميكرون كان موجوداً في البلاد منذ أكتوبر أي قبل أسابيع من اكتشافه في جنوب أفريقيا وأقل الله مركزه أن أبحاثه بالنظر إلى احتمال انتقال أوميكرون بسرعة كبيرة تشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية في البلاد للحد من تفشي الفيروس في نيجيريا كما أعلنت السلطات اللاصحية بالبلاد تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستقت في نيجيريا استقبلت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا الشحنات الأولية الخاصة بمواد عمليات الاقتراع وبحسب ما أكدت المفوضية فقد وصلت مطار معيتيقة الدولي طائرة محملة بالمواد اللوجستية الخاصة بالاقتراع تحتوي على صناديق الأدوات التي احتاجها الموظفون داخل مراكز الاقتراع أعلن لا تحالف العربي في اليمن أنه نفض ضربات قوية دقيقة لأهداف عسكرية في صعدة شمالية اليمن كما أشار لا تحالف العربي في بيان أن الضربات القوية استهدفت أيضا مخازن أسلحة وموقعين تحت الإنشاء للاستخدام العسكري في العاصمة اليمنية صنعا مطالبين المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بي نظيره الروسي سرغي لافرو في ستوك هولم اليوم الخميس وسط تقدد التوتر العسكري عند الحدود بين روسيا وأوكرانيا وذلك على همش اجتماعي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نهاية هذه المجزة مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما منتبعت موقعنا على الانترنت أكسرانيوز دوت تي في كما يمكنكم منتبعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب أشكر لكم حسنا لمتابعة نذهب الان لفاصل قصير ثم نعود استكمال ما تبقى من هذا الصباح ترجمة نانسي قنقر